وسأتحدث بإذن الله في موضوع المواطن الاقتصادي مع بعض الجوانب الأخرى في التاريخ الاقتصادي وفي الرؤية وفي ما جد واستجد في الاقتصاد السعودي وفي الأزمات الدولية ودور المملكة خاصة الدور الاقتصادي فبسم الله نبدأ أولا المواطن هي وطن ومواطن وهناك ثلاثة آيات كريمة تعطينا هذا الوطن ربما أن نسمعها كثيرا خاصة في رمضان مع التلاوات ونسمعها حتى من الأكاديميين والمعلمين لأنها آيات ذات دلالة رب يجعل هذا البدء آمن واجربني وبني أن نعبد الأصنام رب أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع رب يجعل هذا البلد آمن ورزق أهلهم من الثمرات ثلاثة آيات كريمة تكفي أن تجعل مواطن هذه البلاد يعني مواطن متميز ووطن متميز وعلاقة حميمية غير عادية كل مواطن في العالم وكل بلد في العالم يرون أنه الأفضل لكن أعتقد أن ما يميز هذا البلد هو هذه الآيات الكريمة التي أنزلها الله في محكمة كتابة ثم أيضا هذا الوطن هو موء الإسلام والدعوة والرسالة خاتم الرسالات النبوية ولا نقول الأديان لأنه دين واحد دين الله واحد وأيضا هو موء العروبة والعرب هم حملة الإسلام والشعوب الأخرى استقبلتها ونشرتها واستوعبتها وقاموا بدورهم في نشر الإسلام ربما أكثر من العرب لكن العرب هم حملة الرسالة وأيضا هذا البلد به المسجد النبوي وبه المسجد الحرام والأماكن المقدسة وإليه تهفو أفئدة المسلمين في كل وقت على مدار الساعة بالثانية هناك من يصلي قريبا أو بعيدا من المسجد الحرام وهناك الحج والعمرة والزيارة وهذه الأشياء كلها تجعل لهذا الوطن مكانته في أفئدة المسلمين أولا وفي هذا العالم إلى جانب ذلك أيضا هناك سلع استراتيجية وربما سلعا أخرى الحمد لله هذا بلد غني وهي سلعة النفط وهذه السلعة الاستراتيجية جعلتنا محط أنظار العالم وهناك أمور كثيرة سأرجع إليها إن شاء الله عن النفط وأيضا المملكة غنية بكل السلعة بكل الموارد الأولية التي أعلن ولم يعلن عن الكثير منها ولكن بلد غني زادها الله غنى الأمر الآخر هذه جزيرة العرب يعني هذه موئل العرب وهذه أقاليم العرب نجدها وإحجازها وصراتها وتهامتها وشمالها وجنوبها وصحاريها الشاسعة المملكة تشكل النسبة الكبرى من جزيرة العرب والدول الأخرى الشقيقة في جزيرة العرب من الكويت إلى اليمن كلها دول الشقيقة تكمل من المملكة العربية السعودية وتعتبر وحدة جغرافية وإن شاء الله وحدة سياسية بالمعنى العام بمعنى أن مواقفهم واحدة هذا البلد الغني بهذه المعطيات هيجعل المواطنة فيه مسألة مختلفة تماما لمن وعى ولمن أراد ولمن استدرك من أموره الكثير كلنا لدينا همومنا ولدينا أمورنا يعني كل يبدو أن هناك ما يستلزم أن نستدعي هذه المواطنة نضعها على سطح الأحداث وفي شعورنا وفي إحساسنا حتى لا نفقد الرؤية ولا نفقد الطريق المستقيم لعلاقتنا بوطننا مثل ما حدث في بعض الأمور يعني مرت علينا ظروف غير عادية وظروف الإرهاب وظروف تحديات الدولية ومع ذلك الحمد لله كل من يراقب الأحداث منذ قيام الدولة السعودية الثالثة وحد الملك عبد العزيز هذا الكيان العظيم والمملكة سمعتها ومكانتها ترتفع والمحب والكاره والعربي والمسلم وغير المسلم كلهم يعرفون ويقدرون مكانة المملكة العربية السعودية لذلك هذا الوطن يستحق مننا الكثير هذا خلاصة الأمر في الجانب المواطنة هناك المواطنة هي علاقة حقوق وواجبات وأنا متأكد أن الكثير يدرك هذا الأمر وأتذكر مقالة أو قول في خطاب للرئيس الأمريكي الذي يغطيه الكندي في الستينات الميلادية أوائل الستينات الميلادية يقول لا تسأل عن ماذا يعطيك وطنك بل اسأل ماذا تعطي وطنك هذه قمة المواطنة طبعا يقولها لأن تحديات التوافق جاء أمريكا في حينها كانت تحديات كبيرة جدا هذه عبارة عظيمة صحيح أنه ليس عربيا ولا مسلما لكن خذ الحكمة من كل مكان نأخذ الحكمة من كل مكان هذه فيها غنى كبير جدا للعلاقة المواطن بوطنه فهي علاقة حقوق وواجبات وفيه هناك مواطنة سلبية ومواطنة إيجابية ومواطنة محايدة وهذه في حكمة سلبية الإنسان الذي لا يهتم بوطنه ولا يسهم ولا يبذل جهدا بما يستطيع هذا في حكمة سلبية يعني المواطنة السلبية عندما يكون لك سلوك مناهض لوطنك وقد تغلفها بعشرين ألف غلاف أنا لا أتكلم عن المستمع لكن أي إنسان أي شخص محسوب علينا نعتبره مواطن قد يغلف سلوكه السلبي بألف غلاف وقد يستشد حتى بالآية القرآنية ولا حديث النبوية لكن هذه مواطنة سلبية ضارة قد تصل إلى حد الإجرام في حق الوطن وفي حق المواطنين الآخرين فالمواطنة الحيادية والمواطنة السلبية هذه نضعها في الخلف وإذا أنا لا أريد أن أستخدم عبارات ربما لا تليق لكن هي تحت أرجلنا مهما كانت لأننا أرقى وأرفع من هذا السلوك ولا يجب وإذا أخطى الإنسان وعاد فحياه الله وتعلم من أخطاءه لكن أما أن يكون له السلوك مناهضا لوطنه ولمواطنيه ولدينه وللقيم العليا فهذا طبعا مرفوض نحن نتحدث الآن عن المواطنة الإيجابية وهذه تعتمد على كل فرد في الوطن له دوره وهناك طبعا كل الإنسان في موقعه والموقع هنا ليس موقعه بمعنى الوظيفة أو موقع الاجتماعي لكن مواقع فيه القادر وفيه غير القادر فيه المثقف وفيه غير المثقف فيه من يعمل في الحكومة فيه مستويات متعددة حتى المستوى لأدنى من الوظائف وفيه من لا يعمل في الحكومة وفيه من هو في القطاع الخاص ويملك من المال الشيء العظيم هناك الإنسان البسيط الذي قد يواجه مشاكل يومية كلنا مواطنون على كل حال فهذه المواطنة هو الدور خصوصا ماذا يجب أن يعمل هذا تعتمد على مكانته وكل بحسب طاقته هذا المواطنة في هذا المعنى نأخذ الشق الاقتصادي منها والشق الاقتصادي هو شق أساس فيه سلوك سياسي واجتماعي وهذه مهمة جدا وقد تكون جيدة جدا وقد تكون رديئة سلوك سلبي مثل ما تحدثت عنه لكن أن أتحدث عن المواطنة الاقتصادية من زاوية معينة أن الفرد له دور ودور أولا لنفسه فمن خدم نفسه هو خدم الوطن من اهتم بنفسه سواء في التعليم أو في الانتاج أي نوع من الانتاج حتى الخدمات والوظيفة الخدمية هذا انتاج أنت تسهم أولا أنت تسهم في نفسك وأسرتك وأهلك وأعجبني تقرير بصير لأحد الشباب في إحدى المنصات يتحدث عن الوطن كأنه عائلة وأن رب العائلة هو من يجلب الدخل والخير لهذا البيت وأنه يعني هو المصدر هو مصدر الدخل فكأنه يقول أن النفط في المملكة العربية السعودية هو مصدر الدخل كأنه هو الأب بمعنى من المعاني فهل الأب هذا إذا شيء من عوارض الدنيا واختل هذا اختلال أو كلنا ميتون أو مات الأب انتهى الدخل إلا إذا كان هناك مصادر دخل أخرى وهو أن شباب العائلة نساء ورجالا كلهم يكونوا مصدر دخل لهذه العائلة بمعنى أن المواطنين في المملكة العربية السعودية هم مصدر الدخل الرئيسي والتنمية في المملكة العربية السعودية طبعا محلها الإنسان في العالم كله الهدفها الإنسان ووسيلتها الإنسان فإذا الإنسان اهتم بنفسه وبحث عن مصلحته وتجاوز الكسل وحاول أن يوجد له مكانه في المجتمع مهما كانت هذه المكانة بمواهبه وقدراته فهذا ما في شك أنه هو حجر أساس في المواطنة ثم هنا المقارنة التي ذكرتها قبل قليل هي المقصود فيها أن هناك ممكن أن نقارنها بأهداف الرؤية خصوصا الهدف الرئيسي في الرؤية الرؤية 2030 الهدف الرئيسي هو هدف مصاحب لنا من 60 سنة لكن نجاحنا في نجاح نسبي هو تنويع مصادر الدخل وتخفيف اعتمادنا على النفط هذا هدف في كل خطط التنمية وبالمناسبة خطط التنمية بدأت 1390 هجري 1970 ميلادي خطط خمسية خمس سنوات خمس خمس حتى ربما إلى العشرين ربما 15 إلى العشرين لا أدري متى توقف أظنها توقفت هذه الخطة أو أنها جاءت الرؤية وتجاوزتها بمراحل تماما ومنظور آخر للاقتصاد الوطني